اشتركوا في القناة من مادة الفسلج العملي اللي هي تحت عنوان Seminal Fluid Analysis تحليل السائل المنوي الجزء الثاني بس للتذكير المحاضرة السابقة الأسبوع اللي فات شرحنا الجزء الأول من تحليل السائل المنوي وذكرنا طريقة الفحص الفيزيائي اللي هي كانت Macroscopic Examination Macro Not Micro الماكرو بالأي Macroscopic Examination واللي ضمنت عدة خطوات الفحص اللون فحص الابيرانس فحص الفوليوم إضافة إلى فحص البي ايج واللكوفيكيشن الفيزكوزيتي هاي كلها كان ضمن الفحص الفيزيائي لعينة السائل المنوي أما اليوم رح نتناول الفحص المجهري لنفس العينة بما أنه هي فحص مجهري إذن هي طريقة والطريقة تحتاج إلى أجهزة ومواد المواد لإجراء هذا الاختبار ممكن أن تكون مواد مذيبة أو تساعد لي على تميوع العينة ممكن أحتاج إلى كالتر ميديا لغاية من عدها للتخفيف إضافة إلى مواد أخرى ممكن أنه نعامل بها العينة للوصول إلى العينة النموذجية أما الأجهزة بما أنه هو فحص مجهري إذن أحتاج إلى مجهر وهذا المجهر هو Light Microscope إضافة إلى أنه أحتاج إلى Slide و Cover Slide أحتاج إلى Micro Bybit ممكن أحتاج إلى كونتينرات خاصة كل هذا ممكن نخليه بنظر الاعتبار بعملية الفحص المجهري لأي عينة من عينات جسم الكائن الحي فأول خطوة راح أخذ Preparation and Examination of Seamen Sample اللي هي التحضير والفحص للعينة شون أحضر العينة وشون أنقلها للفحص المجهري فبالبداية For example a drop 10 Micro Litre of Liquefied through mixed يعني أول شي أحتاج إلى عينة سائل منوي متميعة تماما وعرفت أني شون أميعة بدرجة حرارة الغرفة أو ممكن باستخدام الإنكيوبيتر أحتاج من هاي العينة المتميعة أحتاج 10 Micro Litre أخذت هاي العينة وين أخليها أخليها على سلايد على سلايد الشريحة الزجاجية وهذا السلايد يحتاج لي إلى Cover Slaid حتى يكون جاهز للفحص المجهري الخطوة الأساسية أو النقطة المهمة اللي لازم أنوه عليها أنه نوع السلايد هل هو أنه سلايد عادي أو سلايد متخصص لهذه العملية السلايد كالناس البروفيشنال بإجراء هذا الاختبار والمتخصصين بهذا العمل يستخدمون السلايد العادي اللي هو هذا اللي نستخدمه لفحص عينة الإدرار أو لفحص عينة الدم بينما المبتدئين يحتاجون إلى Chamber يحتاجون إلى سلايد أو شريحة رجاجية مخصصة للعدوى حساب المكونات الداخلية الموجودة داخل العينة من ضمن هذه السلايدات هي النيبرس كاونتينج تشامبر هذا السلايد الخاص لحساب كريات الدم البيضاء وكريات الدم الحمراء اللي أخذناها بالفصل الأول فممكن أنه أستخدم السلايد العادي وممكن أستخدم النيبرس كاونتينج تشامبر فأخلي القطرة داخل السلايد وبعدها أغطيها للكوفر السلايد شيء آخر لازم أنه علي لازم تكون السلايد والكوفر السلايد ورم يعني دافئة مو باردة مو باردة مو بغرفة درجة حرارتها كأن تكون عشرة أو كأن تكون تسعة أو تكون واحد وبعدين أجي أخلي عليها العينة لأن ممكن تسبب لي شكل المكونات الخلوية الموجودة داخل هذه العينة فيفضل أن تكون دافئة وأخلي عليها العينة وأغطيها بالكوفر السلايد وأنقلها تحت المجهر الآن البربرائشن أو خطواته إن شاء الله واضحة ومفهومة أنتقل الآن للإيجزامينايشن الفحص الشون أفحص العينة طبعا أبدأ أيضا بالتدريج وأنت هي عند القوة التكبير هي 40x المجنيفاي مالتها الهاي بوور فيل هي هاي 40 تمام لفحص جميع مكونات العينة إضافة إلى الفيلز الموجودة داخل العينة الفحص المجهري أول خطوة يعني ألاحظها بهذا الفحص هي number one تركيز عدد الحيام والنطف داخل أو النطف داخل العينة فخلي نشوف طبعا بعد ما أحسب وألاحظ تركيز داخل العينة الوحدة النهائية إلى هي concentration per ميلي لتر يعني مثلا نقول حسابتهم طلعوا لي 5 مليون per ميلي لتر أو 20 مليون per ميلي لتر هاي سنتهت من الوحدة خلي أشوف شون أشوف التركيز ما لل السperم under microscope طبعا السperm concentration per ملي لتر was reported from the mean number of spermatozoa in 10 random microscopically filled and multiplying the mean number by factor of 1 million the total sperm count in ejaculated was obtained by multiplying sperm concentration by semen volume over 15 million sperm per mle letter is considered normal يعني هذا البرغراف اللي قرنا أنه يتم حساب عينة السائل المنوي أو تركيز النطف بهذه العينة أنه أختار 10 field يعني 10 خطوات أو مجال ممكن أحسبه under microscope وأشوف عدد النطف طبعا كل نطفة راح تعادل مليون أخو أنا مو أقود أحسب 1 2 3 إلى أن أوصل ألف أوصل 9000 أوصل إلى 10 000 وهكذا لأن أوصل للمليون لا كل sperm وحدة راح تعادل لي مليون مثلا أنا بهذه 10 field حسبت عدد الحيوانات المنوية طلع عندي 25 فأكتب 25 أضرب ها في مليون راح تصير 25 مليون والوحدة ماتي مليون راح تكون 25 مليون ملي سامبل التركيز الطبيعي للعينة إذا أكثر منه 15 راح يعتبر normal حسب منظمة الصحة العالمية تقول العشرين هي perfect 20 مليون ملي سامبل راح يعتبر perfect وراح يعتبر healthy هنا نطينا مجال إنه نقول إذا أكثر منه 15 راح اعتبر normal إذا أنتقل للفجر number 1 راح أشوف normal أقل منه 15 مليون ملي وإذا الرينج حيكون من 5 إلى 14 راح اعتبر mild معتدل من 1 إلى 5 مليون راح اعتبر moderate يعني يعني يتوجب علي الحذر إنه راجع الطبيب وإذا أقل من واحد راح اعتبر severe إذا نلاحظ نقول يعني بعض الأزواج إنه يقول طلعت النسبة مات صفر يعني الشديد اللي ما بي أمل صفر فهو نسب السفير اللي هو أقل من الواحد اللي هو أقل من الواحد يعني شنو يعني الصفر إذن هذا البيشنت مات مصفر وغير قابل على الأخصاب والإنجاب وبالتالي أسمي infertile هذا فيما يخص البيج نمبر وان إن شاء الله تكون سهلة وتكون مفهومة الآن أنتقل البيج نمبر تو أنتقل إلى السبرم موتيليتي أند جريد أكتيفيتي السبرم موتيليتي معناها حركة الحيوانات المنوية داخل العينة طبعا الحركة بعد فحص العينة رح أشوف إنه حيوانات منوية تختلف بعضها عن البعض الآخر بطريقة الحركة بطريقة شق الطريق فبالتالي رح تتقسم اعتمادا على هذا المفهوم اللي أنا طرحت هسه إلى عدة grace grace يعني أصناف أو أنواع أو ممكن أسميها classes فهسا رح أشوف شنوء التقسيم determination of sperm motility was taken under room temperature يعني أنا إذا أريد أقيس سرعة الحيوانات المنوية لازم يكون ضمن room temperature بدرجة حرارة الغرفة العادية اللي هي من 22 إلى 25 درجة مئوية The number of motile spermatozoa in the 10 randomly selected field was counted away for cover slip added At least 200 sperm were counted The mean number of progressive motile spermatozoa was calculated sperm grade activity was defined as that with afford progressive motion The motility of spermatozoa was grades as the showing in table 2 يعني sperm motility الحركة طبعا ايضا اعتمد على 10 fields اللي تم حساب بها تركيز spermatozoa نفسها اختار 10 ايضا randomly واشوف بها حركة النطف حركة النطف راح تتقسم لي الى 4 حركات طبعا هاي الارواع حركات راح الاحظ طبيعيا وموجودة بكثرة اه عد النورمال هومن او الهيلثي هومن تحت المجهر راح اشوف هذه الحركات وراح اميزها وراح اصلا انت تعرف هذه نوع من الحركة فالحركات تقسمت اعتمادا على الجدول نمبر 2 اللي هي A B C D ال A معناها سبيرم with progressive motility قالت لا يمين ولا يسار اضافة الى انه strong قوية and faster سريعة اذا grade A تقدمية امامية مستقيمة خطية اضافة الى انه قوية وسريعة اذا اذا شفت نطفة تحتوي على هاي المواصفات راح اعتبرها progressive and grade A انتقل الى B non liner مخطية بس هي progressive اوكي progressive اضافة الى حركتها curved يعني non liner بط هي progressive متقدمة اضافة الى انه حركتها curved اذا اقول لك قارن لي بين grade A وgrade B انت لازم تعرف انه grade A straight line liner strongest faster و progressive بينما B curved و progressive non liner واضح انتقل C C حركتها موضعية locally انه وتفتر داير ما داير نفسها اما grade D هي non motile بما انه هي غير متحركة راح يسموها dead sperm النطف الميتة اذا الاحظ figure 2 راح اشوف normal forward progressive حركتها خطية امامية اما abnormal motility راح اشوفها غير طبيعية خلي نوضحها بالرسمة grade A راح تكون خطية مستقيمة B راح تكون بهالطريقة zigzag او curved اما C راح تكون موضعية او داير ما داير نفسها اما D فهي ميتة غير متحركة هذا فيما يخص ال sperm motility and grade activity ان شاء الله سهلة وواضحة انتقل الان الى page number 3 page number 3 تحتويني على WHO parameters رجعت علي حتى اذكركم اقول لكم انه ال concentration خلي اقشر ال concentration وال active motility لحد الان هي ضمن ال microscopic examination of semen sample اذا لاحظ ال concentration هو 20 مليون sperm per مض اما active motility راح تكون 50% اللي هي progressive يعني تشمل AUB grade A لgrade B لازم تطلع للنسبة 50% بعد الحساب بال 10 في الدات العشوائية اللي تم اختيارها من قبلك الحساب motility of sperm لازم تطلع النسبة مالتهم 50% حتى اقول انه هذا هذه العين هي normal state هذا فيما يخص concentration ويخص active motility of sperm داخل عين التس من sample طبعا اللي هنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم اي سؤال او اي استفسار ممكن تراسلني على موقع الجامعة الالكتروني واني راح اجاوبك علي وبالتالي راح نكون على تواصل مستمر الله يخليكم اعزائي طلبتي انه اي سؤال حاول تراسلني على موقع الجامعة الالكتروني لذلك الوقت وملتقان بمحاضرة ثانية اشكركم وتحياتي اليكم ومع السلامة اشتركوا في القناة